بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل مع بعض الوحدة السادسة شروط الاختبار الجيد نتناول في هذا الأمر اللي هو الشرط الثاني من شروط الاختبار اللي هو جودة الاختبار الاختبار الجيد تتناولنا الصدق والثبات والشمولية والموضوعية احنا تناولنا في المحاضرات السابقة الصدق الآن نتناول الثبات ما هو الثبات؟ إذا سألنا سؤال يعني الثبات الثبات هو دقة المكياس أو التساكم بمعنى إذا حصل الفرض على درجة معينة فالثبات معناه أنه إذا أعيد هذا الاختبار مرة أخرى أتوقع أن الطالب درجته تكون متقربة من هذه الدرجة لو كان من الطلاب المرتفع درجة تحصيل يطلع مرتفع وهكذا فنسميها ثبات طيب معامل الثبات إزاي نحسبه؟ معامل الثبات هو معامل أيضا ارتباط لو فاكرين الصدق يا شباب الارتباط بين درجات الأفراد في اختبارين بحيث أننا أحسب معامل الارتباط بين درجته في الاختبار الأول ودرجته بعد ما أعيد تطبيق الاختبار إذا كان معامل الارتباط مرتفعا دل على ارتفاع معامل الثبات طيب هل هناك السؤال الطبيعي هل هناك علاقة بين الثبات والصدق؟ آه طبعا الثبات ضروري للاختبار لكنه ليس بديلا عن الصدق ولذلك إذا كان الاختبار صادقا فإنه يكون ثابتا إحنا الإنسان حينما يكون صادقا في أكواله لو سألت كل يوم نفس السؤال يجيب نفس الإجابة لأنه صادق في أكوال والعكس غير صحيح إذن خفاض معامل الثبات يخفض من الصدق يبال علاقة بين الثبات والصدق لو وضحناها بشكل بياني الاختبار الثابت ده ثابت وصادق هذا الشكل ليس ثابتا يعني في تشتت في تباعد لكنه صادق هذا الاختبار ثابت لكنه غير صادق لا يكيس ما وضعه لكياسه اللي هو الاختبار تعالوا لطرق حساب ثابت الاختبار عندنا عدة طرق أول طريقة اللي هو لو عددنا صورتين متكافئتين من الاختبار وحسبنا معامل الارتباط بينه ممكن نطبق نفس الصورة بس بعد مرور فترة زمني ممكن نطبق اختبار واحد بس نحسب معامل الارتباط بين نصفي الاختبار ممكن نقيس تباين الاختبار تعالوا نشوف اول طريقة لها ترك الصور المتكافئة نحن نجيب صورتين متكافئتين من الاختبار لابد ان هم يكون فيهم شروط معينة ان المجالات والموضوعات اللي بتقاس واحدة عدد البنود المخصصة لكل موضوع واحد وان يكون هناك تماثل في مستوى الصعوبة الصعوبة اللي هنا موجودة في الاختبار نفس الصعوبة اللي موجودة هنا تبو ايه تاني تشابه طريقة السياغة طول الاسئلة في الاختبارين واحد تساوي متوسط التباين الافراد الطريقة الثانية اللي هي طريقة الصور المتكافئة نحن نعمل صورتين متكافئتين من الاختبار نكون هذه الصورة مطابقة لهذه الصورة دي بنسميها طريقة الصور المتكافئة بنكتفي بهذا الجزء ونلتقي المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته